بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد الباشا وان شاء الله نكمل مع بعض درس ماتر اند اتسي كاركتوريستيكس اللي احنا كنا بتاعنا في في الفيديوز اللي فاتت كنا بنقول ان في فيزيكال بروبرتس وكيميكال بروبرتس واشتغلنا في الفيزيكال بروبرتس مع بعض في الفيديوز اللي فاتت وخدنا الفيديوز اللي توزيكال بروبرتس مع البربرتس والاختبار بروبرتس الم لدينا ات ت Sap土 يبدو بروبرتكت للمقابلة النهاردة إلى prime four five five seven 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 كنا كننا自ge serait اتشyكش للمقابلة دير فيها دار الدرس في المشاهدة مع تحويل الهيد الحائد نقرأ بتريقة مختلفة Terazme والحاجات مختلفة جميع وشيئات والحاجات مختلفة جميع ماذا يستطيع هذا ك ان يستحيل المواد الكهرباء؟ ان يستطيع هذه المواد الكهرباء التي تقتر الجميع منها تعدي من خلالها والنحية التانية في بقى المواد اللي هي bad conductor of electricity they are substance don't allow electricity to flow through ما بتسمحش للألكتريستي من هي تعدي من خلالها ومن الحاجات الجود conductor example على جود conductor iron silver copper aluminium كل دول من الحاجات الجود conductor بس الجديد عندنا في المنهج بقى ان في بعض السليوشنس بعض المحليل اللي بتكون جود conductor of electricity زي الأسيريك سيليوشن زي الألكلين سيليوشن and some salt solution يعني ايه يعني ده salt solution salt solution يعني مياه بملح المياه بملح لو انا حبيت اجيب تجربة ووصلهم اجيب اللحين مثلا من الكبر ووصلهم بباتري ووصلهم بلام وحطهم جوا salt solution هلاقي اللامب بتنور هي التجربة مش عليك مش هتعملها بس انت فاهم ان السولت سوليوشن وطيقه في الامتحان دايما اللي هو الملح بيبقى دايما جود conductor of electricity طيب البات كوندكتور يا مستر البات كوندكتور زي الجازس زي زي الزي 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 وي الزي 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 يعني انت الوقت بقى عندك واضح حكتين وممكن يجوا في الامتحان دايما كومبليت او ممكن يجي true or false او يجي باي طريقة يقولك ايه هو substitute الشجري solution ده good conductor of electricity ولا beta conductor هتقوله لا ده待 conductor لان Sugary solution ده طبعي الحقيقات beta conductor il 좋은 conductor salt salt solution طيب ده بالنسبة لي il 좋은 conductor of electricity ول vagina وب Elliot اللايف أبليكيشن على الحاجة دي أن الأسلاك الكهرباء بتتصنع من الكابر طيب بتتصنع من الكابر وتتغطى بيه وتتغطى به البلاستيك بمعنى إن أنا لو رجعت تاني للجدول ده الجادول ده بيقول لي إيه إن الجود كوندكتورس من الاجزامبل ستاعتها الكابر والبات كونداكتور من الاجزامبل ستاعتها البلاستيك فأنا لو بعمل سلك الكهرباء عاوز أنقل الالكتريست دي فبنقل الاللاقترس دي ازاي بنق الالالكترس دي عن طريق ان انا اعمل مصنوع من الكبر مصنوع MINI من الكبر اللي هو اللي جوه ده انت لو جبت سلك الكهرباء وشيلت البلاستيك اللي عليه من بره هتشوفي المنظر ده ده جود كونDoktor Of Electricity الكبر ده بس متغطي باIEه قفرد ويث الملاستيك engagement قفرد ويث in the plastic عشان البلاستيك ده bad conductor of rapid electricity فمش هيخلينا الكهرباء يبقى تعالين قرى العنية BeforeDetermination عمل يبقى النظرية أقل يبقى اللي بأسالي من المطابق أو المنطقة وتتلمقاها أماطق النظرية لأن الكبرا والمصاري والمنافق هم أماطق المرات المملكة ومحاوب المنطقة المسرطية المفضل اللي بقى هيوصل الالكتريسي بس اللي بره مش هيوصلها فمش هيخلينك الكهراء نفس الكلام الالكترิك سكرودرعف اللي هو المفاكك بتاع الكهرباء مصنوع من الستيل والهندل ستعته من البلاستيك أو الوود هو مصنوع من الستيل وهو من ضمن التطبيقات في حياتنا على الالكترين تعالوا نبدأ ندخل على هيت كوندوكشن هيت كوندوكشن أو السيرمل إيه الثرمل كوندوكشن السيرمل كوندوكشن دي البروبرتي اللي بعد كده ولو جيناكككلمنا هنلاقي إن الأفضل أو الماترز أنا في هنا حتة بس دي هادل هالكو في الملزمة اللي هي دي هيت كوندوكشن هاي نمبر سفن السابستنس أركيسفايد أكورنج تو ثيرمل كوندوكشن يعني هتلاقوها متحملة في الملزمة مزبوط جود كونداكتور افهيد متوصلى او الحاجات اللي بتسمح لهيت ان هي تتوصل والحاجات اللي ما بتسمحش الهيت ان هي تتوصل اللي قال باد كونداكتور افهيد يبقى انا عندي جود كونداكتور افهيد و باد كونداكتور افهيد طيب الجود كونداكتور افهيد ايه هو substance allowed heat to flow through نفس الكلام اللي قلناه في الايه الالكتر акку considers هي نفس الكلام الهاتف تأنيف بال некоторые الطعام لا تأنيف بالbits الاحتفال مثالي يشترك الاليمينيوم هذا بالنسبة للجود كندوكتور مثل الوود والبلاستيك فهمنا اننا نعمل في الهات كندوكتور الهات كندوكتور وهو البروبرتي نو7 من خلالها سوف أفرق وفرق مع الهاتف عن طريق ان هناك شيئات جود كندوكتور وهناك شيئات جود كندوكتور يعني ماتيريالس that allow heat to flow through them and the bad conductor of heat substances or material substances هي material على فكرة don't allow heat to flow through زي wood ويهي بلاستيك يبقى انا لو بصنع cooking boots او بصنع cooking bands بصنع حلة اطبخ فيها فالحلة دي لما اجي اصنعها هصنع البان نفسها البوت نفسها او الحلة نفسها انا هصنعها من heat conductor انا هصنعها من heat conductor ليه عشان انا عاوز اطبخ فيها عاوز الحرارة تدخل لها انما الايد نفسها بتاعة البوت دي الايد نفسها انا هصنعها من حاجة بات conductor of heat اقول تاني الحلة نفسها هصنعها من good conductor عشان توصل للهيد انما الايد اللي انا هشيل بها انت بتشوف ماما مثلا وهي بتطبخ او انت بتشوف ماما هي بتطبخ ايه بتطبخ خلاص فبتشيل ايه الحلة من ايديها طب افرده هي اشالت الحلة من الحلة نفسها هتتلسع لا بتشالها من الايد عشان الايد دي مصنوعة من الايه البلاستيك او الود يبقى لايه في ابليكيشن على الكلام ده cooking pans are made up of aluminium because aluminium is good conductor of heat and it's high melting or has high melting any point will handles if cooking pans are made of plastic or wood because wood and the plastic are made of bad conductor or bad conductor of heat يبقى فيه حاجات good conductor اللي هي مصنوعة من الالمانيون because aluminium is good conductor of heat انما الهاندلس of cooking pots مصنوعة من البلاستيك او الود تمام طيب ده بالنسبة لي physical properties احنا كنا اتكلمنا ان physical properties فيها 7 properties دول ان انا عندي color test and smell عندي dynasty عندي melting point عندي boiling point عندي hardness عندي electric conductivity عندي thermal conduction thermal conduction اللي هو الهيد conduction طيب ده انما احنا قلنا ان في برضو chemical تعالى بقى ندرس chemical properties of matter الماتر لو احنا جينا ندرسها هنلاقي ان الماتر بتتفاعل مع اللي حواليها يعني المaterials بتتفاعل مع اللي حواليها بمعنى ايه ان انا لو بصيت قدامي وجبت three matters جبت تلات انواع مختلفة من الماتر وحطتهم قدامي هلاقي ان التلاتة مش متسويين مع بعض في حاجة اسمها chemical activity ايه هي chemical activity ال chemical activity مقصود بيها التفاعل الكيميائي او مقصود بيها النشاط الكيميائي ان هي تبقى ناشطة ان هي لما تقابل element تاني تتفاعل معي بمعنى بمعنى ان انا لو بصيت للكبر الحديد ده فالكبر الحديد ده ده مصنوع من الحديد صح مصنوع من الاين الكبر ده بعد سنين طويلة بعد فترة كبيرة بتلاقيه بقى مصدي وشكل وحش هو مصدي وشكل وحش لان اللي حصل انه هو بدأ يتفاعل مع اللي حواليه بدأ يتفاعل مع الاكسجن اللي حواليه الفكرة التفاعل دي اسمها activity اسمها ايه activity او النشاط فاحنا بنقسم الماتيريالز بناء على الكيميكال اكتفتي مش الفيزيكال بقى خلاص احنا الفيزيكال شرحناها بناء على الكيميكال لتلات انواع النوع الاول اسمه very active metals حاجات very active يعني حاجات او ماتيريالز لو سبتها في الهوة تلاقيها تحرقت لوحدها كده بتولع في نفسها حاجات very active دي عبارة عن ماتيريالز اول ما بتشوف الاكسوجين بتمسك فيه على طول وتعمل مع اخناقة وتتفاعل معاه وتتحرق يبقى لو كينا بصينا للvery active metals they are materials او they are metals ماشي which react with oxygen when they exposed لما بيتعرضوا للهيومد اير دي حاجات بتتفاعل مع الاكسوجين لما يتعرض للهيومد اير so they lose بيفقدوا their metallic luster بيفقدوا اللي معام بتاحهم مصرع جدا اكزامبل على الكلام ده السوديوم والبوتاسيوم ولو انت دخلت على يوتيوب وكتبت كلمة sodium reaction او potassium reaction هتلاقي تفاعلات كتير جدا بتوريك السوديوم قد ايه very active ده انت مجرد ما تسيبه في الهوى تلاقي تحرق live application على الكلام ده انا لو معايا حبت سوديوم اللي في الازازة ده سوديوم اللي لونه silver ده اللي جوه ده السوديوم ده من الحاجات very active metals اللي لو سيبته في الهوى او لو جاء عليه مية مش يتحرق بس ده ينفاجر فاحنا علشان نحافظ عليه بنحطه جوه حاجة in active يعني هو active قوي بنحطه جوه حاجة مش active علشان تحافظ عليه وعلشان تخليه معزولة عن اللي حواليه دايما ومتخلوش يتحرق يبقى لو جيب بسات هنا في live application سوديوم and potassium are kept under kylosine surface الكريوسين سيرفس ده مادة بالعرب اسمها gaze اللي هو حاجة شبه البنزين كده وبحطه جوه ايه بحطه جوه السوديوم ده و بيحميه من الـ reaction وبيخلوش يتفاعل طيب النوع الثاني من الماتيريالز هو الليس اكتيف ميتلز الليس اكتيف ميتلز ايه هي دي عبارة عن ميتلز مش اكتيف قوي يعني مش في اكتيف هي لس يعني بتتفاعل بس بالراحة شوي يعني هي بتتفاعل مع الاكسجين لو تثابت في الاير يعني لو تثابت شهور وايام في الهوى بتمسك في الاكسجين وتتفاعل معي ماشي فدي لها طبيعة خاصة اللي هي ليس اكتيف طبعا ده بيخلينا نسأل نفسنا سؤال هو ليه الكباري والببان لازم ندهنهم من وقت للتاني لازم نجيب البويا كده وندهنهم يعني انت بتشوف الكوبري وانت ماشي على الكوبري بتلاقي ان العواميد النور والكوبري نفسه بمدهون بديهان اخضر او دهان اسود او دهان اي دهان هو طبقة البينتس طبقة الدهانات اللي احنا حطناها دي هدفها مش ان يخلي الكوبري ليشكله حلو ونقعد نمشي نتصور لأ هي هدفها انها هتحافظ على الكوبري ليه لان لما انا بدهن الحاجة دي لما بدهن الكوبري ده بخلي الاكسوجين ما يتفعلش معها الايرن ما يتفعلش معها بسرعة وبالتالي الكوبري يفضل يعيش طول فترة كبيرة من غير ما يصدي او تتكون طبقة الايرن رست طبقة الصدى طيب ستيل برجس ستيل برجس اند هولدر عشان يحميها من الصدى والتآكل لو الكروجين طب في جيف ريزون تاني دي اهم الجيف ريزون في الدرس عندك متاليك سبارس او سبارس بارس الحاجات الاكسام بتاعت العربيات اللي بارس of كور are covered with grease ليه بتتغطى به grease to protect them from rust نفس الكلام برضو and corrosion and aluminum of fucking bands are used to rough material to remove layer يعني لماذا نخسل المواعين بشكل او بحاجات حادة يعني زي سلك المواعين كده عشان نشيل اي طبقات من الصدى عليهم او من التلوث عمواني اخر نوع من انواع الماتيريالز هو ال in active in active ان اكتف يعني ايه حاجات بقى مش اكتف اصلا يعني مهما تعمل هي بتتفعيلش اصلا لكنها مش عايشة لكنها ميتة اام ما بتتفعيلش مع الяхوالي حواليه ما بتعملش reactionات مع الяхوالي حواليه فـ They are metals which find great difficulty in reacting with oxygen دي الـ Inactive metals إجزامبل على الكلام ده السيلفر والبلاتينم ونيكل وجولد وكروميوم دول الحاجات الـ Inactive دي حاجات عندها difficulty عالية جداً إن هي تعمل إيه؟ إن هي react with oxygen طيب الـ Application على الكلام ده سيلفر and gold used in jewels للمجاهرات بيبقى من ضمنها الجولد والسيلفر لأن إنت لو رحت اشتريت ختم جولد لو اشتريت ختم دهب فالختم الدهب ده مش هيصدي كده تاني يوم ده ممكن يعيش معك مليون سنة وما يصديش يعني هو لأنه هو Inactive ماشي؟ Inactive metals يبقى because they are chemically poor active poor active يعني Inactive نيكل and gold and silver are used to cover other substances which rapidly gain rust يعني لو إنت عندك حاجة بتصدي بسرعة وعاوز تحافظ عليها بتروح توديها المصنع والمصنع ده بيغطيها لك بطبقة من السيلفر أو Middle gold يعني إنت مثلا زي ما أنا كنت بقول لك قبل كده لو معك معلقة المعلقة دي العيلة بتاعتك ورساها من جدود جدود جدودكو يعني من زمان قوي من ألف سنة المعلقة دي هي ورسنها في العيلة معلقة تراثية يعني أي أن كان إيه بقى معلقة أو مثلا أي حاجة يعني بس المعلقة دي مصنع من الحديد كانت بتاعت أول جد للعيلة دي خاص يعني كانت بتاعت مثلا واحد عايش من ألفين سنة وأنا ورستها يعني ورست المعلقة دي وعاوز أحافظ عليها طب أحافظ عليها إزاي ما أنا لو سبتها هتصدي ما أنا عارف إن الأيرن إيه ما هو الأيرن ده تبقي الحاجات اللي إيه الليس أكتف فممكن مع الأيام تتفاعل فأروح أنا المصنع وأقول للمصنع بص غطيها لي المعلقة دي بالدهب فأصبحت الطبقة اللي برا من المعلقة دي إيه دهب فاستحال إن هي تصدي للأن الدهب ما بيصديش وبالتالي الحديد اختفى أو أنا غطيت ويعني اكين حطيت عليه كيسي بس أحط عليه كيس بقى طبقا من الدهب أو من الجولد ويما تصدي لتحافظ عليهم من الهضة والتحافظ يبقى نيكال والتحافظ والتحافظ استخدام للتحافظ استخدام للتحافظ 35 3 جاهزة في الروس وبублиنا ثم counsels naoda و an ocurri و hemos hablado The Chemical Properties Very Active Metals inactive metals And we talked about Very Active and less active inactive ده listen 1 كان listen سهل جدا اتكلمنا فيه عن المتر بسرعة 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 بقى نراجع عن اللي احنا كله كلمنا فيه عن المتر وان المتر دي has mass and volume وتعرفنا يعنيه mass وتعرفنا يعنيه volume وبعدين اتعرفنا على physical properties وقلنا ان physical properties of matter هم 7 properties color taste and smell dynasty melting point boiling point hardness electric conduction and thermal conduction واهم حاجة انا عاوز اتركز عليها هي ال dynasty ماشي وتبتدي تحل مسائل كتير على ال dynasty واي مسألة تقف قدامك تبعات هالي ونحاول نفكر فيها مع بعض واتكلمنا بعد كده عن chemical properties في الاخر خالص وفهمنا ايه الفرق في ال chemical properties تحت الفيديو ده ان شاء الله هتلاقي لينك الملزمة دي تقدر تحملها وفي اي وقت تقدر تبعاتلي على واتساب على رقمي في واتساب الرقم ده وتستقبل كل الملازم ان شاء الله وكل الفيديوهات اللي انت محتاجها بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق كنت معاكم مستر احمد الباشر باي باي اشتركوا في القناة